موسيقى أسعد الله أقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة برنامج أعلى سلطة منذ عدة عقود خرجت علينا دولة باعتبارها دولة عظمى أتحت لها الظروف الاقتصادية والسياسية بأن تتربع على عرش العالم ومن هناك حاولت أن تتلاعب بمصائر العديد من الشعوب وتحديدا الشعوب العربية هذه الدولة هي الولايات المتحدة الأمريكية وما يهمنا في هذا الأمر هو مساندتها الدائمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وتصريحاتها التي دائما ما تقتص من حقوقنا كفلسطينيين وتدعم الاحتلال الإسرائيلي وكأنها تحاول أن تمشي على جثة القانون الدولي حول هذا الموضوع حول تصريحات وزير الخارجي الأمريكي بومبيو نتحدث بخصوص الاستيطان وشرعيته مع ضيف في الستوديو الدكتور محمد أبو سعدة عضو محكمة لندن للتحكيم الدولي أهلا وسهلا بكم أهلا بكم أستاذ زمونا وأستاذ أم شاهدي يعني دكتور محمد أعلى سلطة أعلى سلطة ماذا تقول في تصريح كهذا الولايات المتحدة الأمريكية في لسان وزير خارجيتها أن يشرعن قانون أو قرار هو أصدر قرار كوزير خارجية يقول بأن الاستعمار الاستيطاني لدولة الاحتلال على أرض دولة فلسطين لا يتناقض مع مبادئ القانون الدولي حقيقة لا أجد أي معنى إلا الفضاضة والجهالة المتعمدة ولي عنق الحقيقة وكأن القانون الدولي على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة والعلاقات الدولية وما استقرت عليه علاقات الدولية منذ أن أنشأت عصبة الأمم مرورا بالأمم المتحدة حتى يومنا هذا كأن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لا يعلم عن مثل هذا القواعد شيء هو يعلم يقيناً والولايات المتحدة الأمريكية تعلم يقيناً ماذا يعني والمستشارة مع لمدار أربعين عام في هناك رأي قانوني للإدارة الأمريكية هسبل أعد رأي قانوني فيما تعلق من الاستيطان ودأبت الإدارات الأمريكية على مدار أربعين عام منصرم يعلموا بالدليل القاطع بأن هذا يتناقض مع أحكام مبادئ القانون الدولي بهكذا رأي من ناحية القانونية لما قاله بومبيو وزير خارجيتهم لا ينشئ ولا يهدر القانون الدولي لا يمكن أن يكون بومبيو هو المشرع للقانون الدولي بديلاً عن الكرة الأرضية هذا لا يمكن أن يكون ولكن هناك مغزى سياسي من وراء هذا التصريح بالتأكيد أنه يقول إلى دولة الاحتلال افعل ما شئتي أنتهك القانون الدولي كيفما تري بما تراه مناسباً وبالتالي يعطي سكاً لانتهاك القانون الدولي هذا هو الذي ينتهك القانون الدولي وهو الذي يشرع إلى سياسة الاستيطان وهو يكون بمثابة هذا التصريح شريك في جريمة الاستيطان التي ترتكبها دولة الاحتلال نعم إذا أنت يعني دكتور أشرت إلى أنه قبل تقريباً أربع عقود كان هناك يعني رأي قانوني أمريكي اعتمد عليه حتى اللحظة من عام 1978 وهي يعني هذا الرأي الذي اعتبر بأنه المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي اليوم قبل أن يصرح بومبيو بهذا التصريح كان هناك اجتماع للجنة القانونية الأمريكية التي كلفت بقراءة هذا النص وتم أيضاً أخذ رأي القضاء الإسرائيلي في الأمر بناء على ماذا اعتمد في إيجاد هذا المخرج لا يمكن أن يجدوا لهم مخرج نعم من خلال شاشة تلفزيون فلسطين الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة الخارجية وكل مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ومعها من ترغب من رجالات القانون في الأرض نعم وتذهب إلى أي محفل قانوني أو قضائي على وجه المعمورة إن كان غير الأمريكان في هذه الكرة الأرضية يقولوا على أن الأل الاستيطان على أرض دولة فلسطين يتفق مع مبادئ القانون الدولي نحن سنكون أول دولة وراء الولايات المتحدة الأمريكية نعم وندعو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن تستوطن في أرضنا ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي ومؤسساتها ومشتشارينها وقانونيينها وكل علماء الأرض نعم لن نجد سوى الولايات المتحدة الأمريكية منفردة فيما يتعلق بهذا الانتهاك لا يمكن استزمونا أن يجدوا مخرج ولا يمكن أن نعتد بأي حرف واحد حرف قانوني يزدر عن النظارة الأمريكية يشرعن الاستيطان أنه يمكن يعتد به لا قيمة من ناحية قانونية إلا قيمة سياسية ممكن تداعيا قانونية لمثل هذا القرار فيما يتعلق في شأنهم ولكن أن يعطي ويشرعن ويعطي السند القانوني لدولة الاحتلال لممارسة الاستيطان والاستعمار على الأرض فلسطين لا يمكن أن يعتد به. نعم. إذن هنا دكتور نحن نتحدث عن أكثر من انتهاك نتحدث عن انتهاك للحق الفلسطيني. ونتحدث عن تحدي صارخ وواضح للقانون الدولي. يعني على فرض بأنه كل دول العالم التي تؤمن بالقانون الدولي تجاهلت موضوع أنه هذه قضية تتعلق بشعب على أرض له حقوق وغير ذلك. هل من الممكن أن أيضا تمرر هذا التحدي الصارخ؟ أمليا ولاية المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحاولان أن تمشي على جثة القانون الدولي. يمكن أن يمرروا الآن في غفلة من العلاقات الدولية. هي تمارس الجريمة. تمارس جريمة انتهاك وبناء الاستيطان وهي جريمة بكل معنى القانون حتى أمام محكمة الجنات الدولية. هي تمارس هنا. هي الولاية الإسرائيل دولة الاستيطان. نعم. الولاية المتحدة الأمريكية من تصريح بومبير يعطيها هذا الغطاء السياسي وليس الغطاء القانوني وغطاء السياسي فقط. نعم. ولكن هل يمكن أن يكون هذا قدر يعني أن نقر. هل يمكن أن ينشأ ينشأ عفوا لدولة الاحتلال حقا على أرض دولة فلسطين الجواب لا. نعم. كل ما تسعى أستاذ موني وأستاذ الأستاذ المشاهدين أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لماذا هذه الحملة المسعورة على أرض دولة فلسطين. الهدف الوحيد بأن التغيير الديمغرافي عدد السكان الفلسطينيين على أرض دولة فلسطين نعم. هم يسارع الزمن الرابع المادي 38 وهي البند اثنين من المادي 38 التي عرفت الاستيطان وجعلت من هذا الاستيطان جريمة حرب ينأقد اختصاص محكمة الجنايات الدولية فيما تعلق بهذا الأمر. ونحن نذكر بأن القيادة الفلسطينية عشية العدوان على قطاع غزة في 2014. نعم. قدمت دولة فلسطين ثلاث ملفات إلى محكمة الجنايات الدولية الاستيطان كان أحدها والعدوان على قطاع غزة كان الثاني والأسرى الملف في التالي. وبالتالي هناك من الأسانيد القانونية ما يجعل الدولة الاحتلال بالدرجة الأولى هي المسؤولة عن ارتكاب هذا الجروب. نعم. الآن أنا أقول أما أن الإدارة الأمريكية الآن على لسان وزير خارجيتها يقول بأنه لا يتناقد مع الاستيطان لا يتناقد مع قانون الدولي. نعم. يجب أن يتم التركيز اللغة الواقع والحصر والرقابة على كل ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. حتى إذا ثبت لدينا بأن هذا التصريح جعل اخترنا بأي فعل ما غطاء سياسي أو توميل اقتصادي أو شركات أمريكية أو أي فعل من شأنه أن يشارك ويدعم دولة الاحتلال من بناء الاستيطان يقينا أن الملف الذي تقدمت به دولة فلسطين. نعم. إلى محكمة جنة الدولية يكون الملف يشمل للدولتين. يشمل دولة الاحتلال ويشمل شريكها بالجرب وهي الولايات المتحدة الأمريكية. في هذه الحالة دكتور محمد هل هل يعني فلسطين هل نحن الآن أنت تعني بأنه واجبنا الآن مراقبة ما سوف يتن تطبيقه بعد هذه التصريحات. نعم. القانون الدولي ومحكمة الجينات الدولية ما دورها في هذه الحالة. الآن جريمة الاستيطان جريمة ينعخذ اختصاص أمام محكمة الجينات الدولية. نعم. وكما أسلبت تقدمت دولة فلسطين بهذه الشكوى. صحيح. إلى المحكمة الجينات. الآن لماذا تحدثت وذكرت بأن قرار بمبيو قرار سياسي. نعم. ولكن له تداعيات قانونية. قرار سياسي أنه يدعم ويفوض ويؤيد دولة الاحتلال على ارتكاب جريمة. نعم. السؤال هل يجعل من هذا التأييد أن يجعل من القانون من الاستيطان من الاستعمار أمرا مشروعا في القانون الدولي. أجواب لا. نعم. إذن ماذا أقصد أنا بالتداعيات القانونية لما هذا الأمر. بأننا يجب أن نرقب سلوك الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا ما ثبت لدينا بأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بأي فعل أي فعل. أي أن كان. فعل مادي. نعم. مقرورا بالقرار السياسي لصدع النظارة الأمريكية. نعم. يساعد دولة الاحتلال على ممارسة هذه الجريمة. إذن ينعقد الاقتصاص للمحكمة الجنيات أن تحقق في هذه الجريمة بحق المجرمين. نعم. الذين ارتكبوا الفعل. فاسرائيل ثابت جرومها. صحيح. وبالتالي إذا تبت الولايات المتحدة الأمريكية أنه تعدى سلوكها ما بعد القول التأييد. بأي فعل كان. فأن الاقتصاص ينعقد للمحكمة. لتجعل كلتا الدولتين محل المسائلة أمام محكمة الجنيات الدولية. هل من الممكن أن يحدث هذا الأمر؟ طبعا ممكن. ما الذي قد يترتب عليه في حال حدر؟ الآن الولايات المتحدة الأمريكية دائما منذ عام الـ 2012. نعم. وبعدا أصبحت فلسطيني الدولة العضو المراقم. جنة جنون الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال. صحيح. المركز القانوني الذي أنشأته القيادة الفلسطينية بأن أصبحت فلسطيني الدولة العضو. مكن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أدوات قانونية لم تكن متاحة منذ قبل لنا. صحيح. كالشعب الفلسطيني. الآن ما الذي يمنع؟ لا يوجد شيء يمنع. الذي يمنع هو تحضير كل الأدلة التي يجعل من هذه الدول محل مسائلة. ويجب أن نذهب إلى الطريق القانوني إلى آخر مدى. الآن تمارس الولايات المتحدة الأمريكية التهديد والوعيد وتوعدنا بالويل والسبور وإذا فعلتم سنفعل. لكن على أرض الواقع هي نفذت كل تهديداتها وفترة إترامب لولايات المتحدة الأمريكية. شهدنا العديد من التهديدات التي مورست. مورست بحق الأنيروة ومورست بحق صفارتنا في الولايات المتحدة الأمريكية ومورست بنقل الصفارة ومورست بقطع المساعدات المالية ومورست باستقطاع الموارد وقرصنة أموالنا. كل هذا الأمر الولايات المتحدة الأمريكية لم فقط تهدد. ولكن مارست التهديد. إذن لا يوجد لدينا كشعب العرب الفلسطيني ما نخشى من مسائلة أي شخص كيان سواء دول أو ما أو شركات أو منظمات أو ما يدور في فلك المجرم من الاتكاب الجريمة أن نلاحقه وبالقانون لأن الشعب العرب الفلسطيني ودولة فلسطين دولة محبة بالسلام بموجة بالمادة أربعة من المثاخ المتحدة نؤمن بمبادئ ومقاصد أمم المتحدة. وبالتالي القانون الدولي يعطينا أن نستقلل المستقل القانوني فإذا هم كما قال السيد الرئيس الخايف يتساءل وينسئل عن جرائمه بلا شركة بالجريمة بس السمبلة. صحيح. يعني التحليلات السياسية في بعضها أشارت إلى أنه يعني ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية يعني تحديدا وزير خارجي الأمريكية بمبيو للخروج بهذا التصريح كان عدة أسباب ضمنها أسباب داخلية تتعلق بسياسة السياسة الداخلية ووضع ترامب في الآن مع المسائلات. وأيضا هناك أسباب أخرى تتعلق بأولا تجديد الولايات للأونروا مرة أخرى وهذا ما تحاول كانت أن تقوضه الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة. إضافة إلى أنه إصدار المحكمة الأوروبية قرار بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية. هل تعتقد أنه للأمرين علاقة مباشرة باتخاذ قرار كهذا؟ أم أنه الأسباب السياسية بحتة مرتبطة بعلاقة كل من الولايات المتحدة الأمريكية بإسرائيل؟ أعتقد كل الأمرين مرتبطين مع الآن بالسياسة بعيدا عن القانون نعلم أن هناك أزمة حكم حقيقية في دولة الاحتلال وبالتالي تشكيل الحكومة ورأس الحكم في إسرائيل فاسد بدلالة النأب العام هم يقولون عنهم مشحنا. صحيح. إسرائيل تقول عن أن رأس الحكم عندها فاسد. وثلاث ملفات يتوقع أنه سيحاكم عليها كمجرم. والولايات المتحدة الأمريكية مجلس النواب يجعل الآن في جلسات علانية من خلال مجلس النواب تحقيقات أمام كل الكرة الأرضية ليثبتوا وصدرت رئيسة المجلس النواب وتقول بأن ترامب فاسد وارتكب جرم وهدد الأمن القومي الأمريكي إلى الخطر. إذن رأسي الحكم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال رأسهما حكام فاسدين مفسدين يجمعهما الكثير وأولها الرذيلة والانحطاط والجرم. هذا أهم قاسم يجمع ترامب بين نتنياهو. ولكن أيضا على الجانب الآخر بأن المساعي والمسالك التي تتبعها دولة فلسطين فيما يتعلق بحقاق الحق الفلسطيني ورغم كل الذي مارست الولايات المتحدة. وآخرها سواء في مؤتمر المنامي أو قطع الحجب الاستطاعات المالية. نعم. ومورس كل أنواع الاضطهاد. لعل هذه الدولة الفتية لإسمها فلسطين أن ينالوا من عضضها ومن عزيمتها فيما يتعلق بمتابعة الحق الفلسطيني ولم يجدوا لذلك بد. نعم. في الدليل على هذا الأمر بأن أوروبا وبيحجم الاتحاد الأوروبي أن يوسم المنتجات الإسرائيلية بهذا الأمر فهذا دلالة استفزاز حكام الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من السلوك الفلسطيني وهذا القبول. العالم أجمع أثبتت دولة فلسطين دول أوروبا دول صانعة قرار في السياسة العالمية. صحيح. وبالتالي أكدت على أن هذه الدول في أوروبا بأن ما تفعله إسرائيل جريمة ومن هنا كان وسمها في هذا الأمر الذي أضاف بعدا إضافيا لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لعلنا نأخذ. ولكن يجب أن أقول في الجانب السياسي. نعم. يجب أن لنا سيئين وستنزمونا من هذا التصريح. نحن نعلم من إبان الحديث عن صفقة القرن. أن هناك محاولات للولايات المتحدة الأمريكية أن تصدر قرارا. الآن بدأنا أن الاستيطان غير لا يتناقب مع القانون الدولي. نعم. ويمكن بكرا نصحا ونلاقي على أنه الاستيطان مطلوب. وأن الاستيطان يضم كما صدر القرار هو بالمشهد السرك اللي كان يوقع في ضم القدس. نعم. أو دولة الاحتلال. أن يضم سبعين في المية من أرض دولة فلسطين في المحافظات الشمالية إلى دولة الاحتلال. هذا هو الخطر. لأنهما كلاهما يحاول أن يسارع الزمن حتى ينشي مركز واقعي. دي فاكتو وليس دي جوري فيما يتعلق بالقانون الدولي. هذا الخطر المحدق بالقضية الوطنية الفلسطينية. ألا يأخذ دكتور محمد بعين الاعتبار ما أنت أشرت إليه وما نعرفه جميعا بأنه رأسي الحكم فاسدين. يعني أعلم بأنه السياسة أحيانا ترتبط بالقانون بشكل ما. لاحقا. إذا ما تم الوقوف عند هذه النقطة. إذا ما تم مراجعة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. هل يؤخذ بعين الاعتبار هذا الأمر؟ فيما تعلق بفسادهم في القانون الدولي لا. لماذا؟ لأن القضاء الوطني هو المطلوب منه أن يقاضي كل منهما. الآن إذا صوت مجلس الشيوخ وعزل ترامب إذانا لمحاكمته فهذا ليس القانون الدولي. هذا القانون الوطن الذي يحاكم ترامب. وكذلك الأمر بالقانون الداخلي في دولة الاحتلال. هو الذي يسائلهما عن جرائمه. لكن في القانون الدولي لا يتدخل فيما تعلق بجرائم الفساد الخاصة بكل منهم. تمام. هلأ في موضوع آخر دكتور محمد يعني بالنظر إلى أبعاد هذا القرار. نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت العديد من القرارات في مجلس الأمن وفي العديد من الحوادث التي تم فتح فيها وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تتحكم بآراء دول الأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لفرض قرارات معينة. وهذا ما حدث في حربها ضد العراق وفي العديد من المواقع. هل من الممكن أن تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى شيء كهذا إلى التلاعب بآراء يعني أعضاء مجلس الأمن للحصول على بعض القرارات التي قد تدعم إسرائيل لاحقا. في الشأن العملياتي حرب عدوان تقويد تهديد ممكن. نعم. أنا أتفق مع حضرتك لأنه الولايات المتحدة الأمريكية حتى في سنة 1947 مورس هذا الضغط على الدول لأنه فشلت أول مرة في محاولة أن تحصل دولة دولة الاحتلال الإسرائيل على العضوية في الأمم المتحدة. نعم. ومن خلال المورسات حصلت للضغط. وفي 1948 أخذ بالنص تشيلي دولة تشيلي فيما تعلق بقبول إسرائيل دولة عضو. نعم إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية مارس الضغط على الدول في منذ اليوم الأول لنشأة دولة الاحتلال إلى يومنا هذا صحيح. ولكن الآن سازمونا بين يدي بين هذا القرار الذي صدر في 23 ديسمبر 2016. نعم. لا نتحدث عن غابر الزمن. نتحدث عن سنوات مضى. صحيح. الكرة الأرضية في مجلس الأمن تنص واستنادا إلى عشر قرارات مجلس أمن سابقة. اتفاقيات السلام. رأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. وصدر القرار يوم 23.12 بأربعة عشر عضو من مجلس الأمن وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية. المرة الوحيدة لأمريكا لما تصوت في الفيتو. نعم. امتنع عن التصويت. وصدر القرار في الالفين وستوى عشر الذي يقول بأن الاستيطان في أرض دولة فلسطين مخالف لأحكام القانون دولي. وتطالب دولة الاحتلال بامتثال إلى هذا القرار وكل القرارات ذات الشأن. نعم. إذن موضوع أنني أمارس الآن الضغط على الدول لمخالفة القانون الدولي لا أعتقد أنه بالأمر لاسير. كما أنه أنا أذهب إلى عدوان ضد العراق أو ضد أي دولة أخرى أو ضد الصومال وما لذلك. القانون الدولي شيء والوقائع العملاتية شيء آخر. نوجد لدى دولة فلسطين من الأسانيد القانونية. لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن نفتح باب المعركة القانونية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل يقينا. نعم. ولا أتحدث لأنني فلسطيني وأعتز بها. نعم. ولكني أقول كرجل قانون لأن القانون الدولي لن يكون لا بجانب الولايات المتحدة الأمريكية ولا بجانب إسرائيل. نعلم بالضبط ما هي الطريقة التي يمكن أن ندفع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل جراء هذا الانتهاك. نعم. طب. يعني دكتور محمد على فرض بأنه نحن الآن نحاول أن يعني نتوقع كل ما ما من الممكن أن يحدث حتى نقرأ الصورة من أكثر من جهة. يعني اختلفت الأراء حول تأثير هذا التصريح على الحل النهائي. أيضا قانونا. هل من الممكن أن يكون له تأثير؟ أم أنه يعني أعطي أكبر مما يستحق حجما؟ دعني أستاذ وانا نبسط ونحط نقاط قانونية تكون واضحة لنا وللسادة المشاهدين. أولا هل قرار بومبيو ممثلا للإدارة الأمريكية أنه يرى الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن الاستيطان لا يتناقض مع القانون الدولي. هل الكرة الأرضية وكل مجلس الأمن والجمعية العامة ومعظمة الدولية والعلاقات الدولية كلها هل نصح الصبح بعد تصريح بومبيو ونكتشف بأن الاستيطان أصبح مشروعا؟ أجواب لا. نعم. هذا يقينا. السؤال هل له تداعيات سياسية لمثل هكذا القرار؟ أجواب نعم. نعم. شيء تداعيات أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تمارس كل الضغوطات والمساعدات والدعم والتأييد المادي والسياسي والاقتصادي والفني وكل ما تعلق بهذا الأمر لتمكين من دولة الاحتلال من نيل من أرضنا. نعم. وبالتالي اعتداء على أرضنا باستخدام القوة بالاستيطان والاستعمار والاحتلال. نعم. هذا الكلام آه خطر ممكن يسير. السؤال الثاني هل هذا قدر يمكن أن تكون يدينا مغلولة إلى الدرجة أننا نسلم بما تقوم به أمريكا وإسرائيل؟ نعم. 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 شو ممكن نعمل؟ كثير ممكن نعمل. ما الذي يمكن أن نعمله؟ أو يجب أن نعمله منذ الآن؟ أنا سمعت قبل فترة لبعض المواقف الذي تحدث بها بعض المسؤولين هنا وهناك. ولكن يجب أن نكون وأنا من خلال شاشة تلفزيون فلسطين. تفضل. الشعب العرب الفلسطيني له مئة عام يناضل من أجل تقرير المصير. فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستصل بنا الأمر أن نخسر هذا الحق. وبعد مئة عام من الحركة الوطنية الفلسطينية مقابل نيل الحقوق. أن نفيق صباحا ونكتشف على أنه أرض دولة فلسطين صارت للمستوطنين فالموضوع جد خطر. نعم. وبالتالي ردة الفعل يجب أن تكون على حجم الفعل. الفعل خطير ينيل من كرامتنا ومن أرضنا ومن دولتنا. صح. فيجب أن يكون بذات القدر. أولا يجب مسائلة الولايات المتحدة الأمريكية بطريقتين. طريقة الأولى. متابعة ورصد كل من شأنه أي فعل تقوم به من الآن فصاعدا. بعد هذا القرار. نعم. حتى إذا ثبت لدينا بأن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت أي شيء لتمكين دولة الاحتلال من هذا الجرم. فيجب مسائلة هما الاثنتين. الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أمام محكمة الجانية الدولية. بالاشتراك بارتكاب الجرم. هذا واحد. قدمنا الملف ضد إسرائيل. بنعود بكرة وبعد بكرة وشهر جاي حينما تثبت عندنا الملف. ويتحرك الدعوة أيضا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الموضوع الأول. موضوع الثاني. بومبيو وترامب. الآن هو يواجه التحقيق في موضوع عزله. صحيح. بومبيو وترامب انتهكوا وثيقة إعلان الدستور الولايات المتحدة الأمريكية. من جيفري رئيس المؤسسة الولايات المتحدة الأمريكية. في نص الإعلان. والذي ألزم الولايات المتحدة الأمريكية. التصويت في الأمم المتحدة لكل شعب. لكل دولة. ترغب في ما يتعلق بنيلو لحقوقه وأصبح العضوية. نعم. وأنا أقتبس هنا ما قاله جيفرسون إلى الولايات المملكة البريطانية. ما بعد الحرب الأهلية ونيل استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. قال للانجليز للمملكة المتحدة. أنا أكثر واحد أرغب بالانضمام إلى بريطانيا. ولكن الشروط التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أمريكا تجعل مني لا يمكن أن أقبل بهكذا فعل. نعم. هو يقول جيفرسون. نعم. وأن هذا الشروط التي ضعها أمريكا. وأنا أرفض. هو يقول بأنني أتحدث باسم الضمير الأمريكي. نعم. إذن لفلسطين الآن. الحق أن نقاضي ترامب. نعم. وبومبيو لأنه انتهك داخل الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. أنه انتهك دستور الولايات المتحدة الأمريكية. هو خالف قانونه. نعم. بعيدا على القانون الدولي. نعم. داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من شأن الولايات المتحدة. أما من إسرائيل. نعم. التوصيف أنه جريمة. ومخالف للقانون. وانتهك القانون دول الإنساني. والقانون الدولي العام. والقانون دولي الاقتصادي. وكل قوانين الأرض. نعم. كل الكرة الأرضية تعلم هذا الكلام السؤال ماذا بعد معان بالرجوع إلى ميثاق وأنا هذا نداء من خلال شاشة تلفزيون فلسطين بقى واجه المادة الرابعة تقول شروط انضمام الدول إلى الأمم المتحدة والرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية حددت خمسة بنود لقبول العضوية نضع جانبا أن إسرائيل لا يتوفر لديها الخمسة بنود الخاصة في المادة الرابعة من الأمم المتحدة نضع جانبا مع أن السيد الرئيس أمام الجمعية العامة خاطب المجتمعين وطلب منهم بالله عليكم تقولوله بلغوني أين حدود دولة إسرائيل هذا أحد ألا البنود لكن نضع جانبا وكل تفاصيل انضمام إسرائيل وأمم المتحدة المادة ستة أستاذي منا بتقول متى يمكن عزل الدولة من الأمم المتحدة إذا أمعنت دولة ما في انتهاك القانون الدولي يمكن تقدم بطلب وفصل تلك الدولة من المتحدة نعم وهذا حدث مع جنوب أفريقيا وآن الأوان أن نتعامل مع إسرائيل على أنها دولة مارقة القانون الدولي أعطانا المسلك الآن المادة ستة وأنا أتحدث بشوية تفصيل آخرها آخر نص المادة بهمش آخر نص المادة ستة قال أنه الفصل يكون بموجة بتوصية صادر عن مجلس الأمن يعني لو رحنا لمجلس الأمن حنصطدم بالفيديو ولكن بموجة بالمادة 18 من ميثاق الأمم المتحدة نملك حق طلب وقف عضوية دولة الاحتلال بعضوية ثلثين الأمم المتحدة دون المرور إلى مجلس الأمن هذا ما يجب أن نفعله تجاه إسرائيل إذن يعني دكتور محمد هناك الكثير ما يجب أن نفعله وأنت أشرت إلى بعض النقاط الحساسة ربما لم ينتبه لها أحد آخر بتأكيد أنت وجهت رسالة من خلال شاشة تلفزيون فلسطين وتمنى بأن تكون رسالتك وتحليلك قد وصل إلى الجهات الصحيحة أود أن أشكرك جزيلا دكتور محمد أبو سعدة عضو محكمة لندر للتحكيم الدولي كنت معي مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة برنامج على السلطة في إمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر